يا مرحبا اليوم التصوير ومكان مختلف هذي غرفة سواها اخي محمد فقلنا اللي بنسوي الوصفة من هالغرفة عادية اليوم اصفاتنا شيرة او اللي تسمي القطر الوصفة بسيط ان شاء الله ومن قدير سهل جدا ان شاء الله بحاول اكتب الوصف تحت كوبين سكر لكل كوبين سكر كوب ماء نفس المقدار كوبين سكر كوب ماء يعني حطيت ثلاثة كوب سكر هتكوب تقريبا وربع ماء خلوه لا تكلب وخلوه بالشكل هذا بالبداية هذا تامر زافران هيل طبعا اختياري هذي وصفة خاصة هذا ما ورد وما زهر اللي ما يحب نكت ما ورد وما زهر طبعا هذا فنينيا وليمون الليمون ضروري تقريبا نصف من العقل الكمية اللي حطينا هذي نقلب شوفونا عن تقليب بسيط بس بحيث انه يتمازج ما بيه ينشب الأطراف هنا السكة خلنا قرأ الجريد على ما يبدأ يغلي الحين بدأ يغلي هذي السفنجة حط فيها موية او منديل في موية ونمسح الأطراف خليه سبع دقائق او عشرة دقائق لما يدوب مرة حسب النار اللي عندك انتصلنا نطمنهم ونشير منتازة خلاص احين استويت بنحسن ما يكون خلاص احين لازم تبعد على المسطر النار خليه المكان تبرد شوفو طلعت عنها على الهواء الطلق تبرد ننتظرها حتى تبرد بعدين حطة اليناء اللي نبغى شوفو الشكل بعد ما بردت احسن ما يكون قوامة جدا منتازة طبعا ما يحب نكهة الورد لا يحط ماء ورد ولا ماء زهر شكرا لكم شكرا لكم